وفي نشرة سابقة أعرب الأستاذ بسام الذوادي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة وتلفزيون سابقاً عن فخره بتواجده في استوديو مركز الأخبار الجديد وأكد الذوادي أن التلفزيون نجح خلال خمسين عاماً في توثيق كل ما مرت به مملكة البحرين خلال تلك السنوات اليوم توني داخل وأنا أشوف للسيديو حسيت بفخر أن هذا الجهاز شلون كبر وصار لقيمة عند كل القائمين عليه عارفين شنو قيمته فبالتالي قاعد يقدم الأجمل والأحسن خمسين سنة ببساطة مروا فيها الكثير من الناس اللي أسسوا لكل شيء البرامج كانت في السابق تذكرون أيام RTV كانت العملية أجنبية الشركة الأمريكية ما كان فيه شيء عربي من بعد ما الحكومة أخذت التلفزيون وبدأت جهزة كان الله يرحمه طارق المؤيد ضقت عليه أن ننسوا برامج مسلسلات تركيز على الأخبار أخبار البلد ليش؟ أعتقد كان فاهم أن هذا الجهاز هو ذاكرة الشعب ذاكرة المملكة كل شيء يتمر فيه المملكة سيوثق وفعلا نجح هذا الجهاز في التوثيق